اشتركوا في القناة افير ارقى خدمات الراحة والامان بتعميم تجربة الموانئ البرية على كل الولايات تأسيسا على نموذج مدينة عطبرة وابان ادم في تصريحات الاشروق ان العمل في مشروعات الموانئ البرية في عواصم ولايات الجزيرة وشمال كردفان والشمالية والقضارف وكسلة يمضي بوتيرة متفاوتة حسب الاسبقية في بداية التنفيذ مؤكدا ان هذه المشروعات ستحدث نقرة نوعية في خدمات النقل البري علاوة على الطفرة المعمرية التي ستضفيها على الخارطة العمرانية للمدن المذكورة يبشر اسي ان شاء الله في مدينة ودمدن المدينة الراقية ان المينة يمكن يكون اضعاف هذا المينة ان شاء الله قريب يحصل الافتتاح ان شاء الله وكذلك مينة ضنقلة وخطى خطوات قريبة من ما تم في مدني وكذلك الابيض والعمل الحمد لله انتدى كمان وبدأ في القطارف وجاهز كمان العمل كبدايات في منطقة كسلة والسحالين جينا كمان نوقفنا على تيربة البابات الالكترونية حقيقة تعمل نقلة نوعية في عمل المينة البري وحتقدم خدمات راغية وحديثة ومضبوطة اساسة جمع بيانات كاملة عن المسافر ومن جانبه اشار مدير ميناء عطبر البري عبد النور حامد الى ان الميناء احكم بشكل دقيق واحكم بشكل دقيق النظام حركة النقل البري من والى ولاية نهر النيل مضيفا ان عملية تطوير الخدمات المستحدثة مؤخرا من شأنها ان توفر تدابير الامان والسلامة للمسافرين عبر صلاة المغادرة والوصول للميناء على مدار الساعة واكد حامد ان الميناء البري بعطبر صممة بحيث يستوعب حركة النقل اكثر من خمسين سنة قادمة انشئ الميناء البري عبره ليستوعب حركة النقل والطرحال بولاية نهر النيل يحتوي على صلاة داخلية وصالة كبرى مزودة بكل سبول الراحة ولتحسين العمل داخل الميناء البري تم استحداث عمل بوابات الكترونية لدخول المواطنين ولحفظ داتا متكاملة للمسافرين داخل الولاية وخارجها حقيقة ميناء عبر البري يشهد نقلة نوعية في التحسين وتقديم الخدمة وتم انشاء محط الصرف الصحي بتغنية عالية على يد الشركة ايطالية